طيب معاكم رنيم الحربي مجلسي وراثب الشرية الجزائية كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز وبكالوريوس الجينوم والتقنية الحيوية من جامعة الملك عبدالعزيز كلية العلوم أول شيء أبغى أقول لكم المحاضرة هذه ما أبغاها تكون يعني رسالة تلقينية مملة للبعض لا أبغاها تكون شيء تستفيدوا منه وتنبسطوا منه أحب أتكلم شوية عن تاريخ البحث العلمي أو كيف بدأ البحث العلمي قبل ما ندخل في البحث العلمي نفسه نبغى نعرف إش هو البحث العلمي نبغى نعرف إش هي خطوات أو كيف نكتب البحث العلمي ونبغى نعرف كيف نسوي أو عفوا كيف نبني السؤال البحثي والفرضية البحثية يمكن هذا الجزء هو اللي حتكلم عنه في حاجة هي صراحة من طلبت مني أني أذكرها بس جذير بالذكر جداً أني أذكرها لأنها تأثر جداً 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 في بناء شخصية الباحث اللي هي السكلز الأساسية اللي يحتاجها الباحث العلمي أول شيء لما نبدأ نتكلم عن البحث العلمي البحث العلمي والتفكير العلمي والنقد العلمي هذه الثلاثة حاجات هي مبادئ أساسية لازم المجتمع كله يتعرف عليها يعني مو بس مثلاً شيء مقتصر على كلية الطب ولا شيء مقتصر على كلية العلوم ولا شيء مقتصر لا حتى الآداب حتى اللغات حتى جميع التخصصات ليش؟ لأنه أعتقد وعندي إيمان كامل أنه البحث العلمي بيأثر بشكل أساسي في طريقة تفكير الشخص وبناء شخصية ناقدة بشكل العلمي في جميع الأمور الحياتية أنا عني كشخص قبل ما أبدأ البحث العلمي وقبل ما أتعرف على هذه الأشياء كلها كثير خدعت بمعلومات مغلوطة وكنت أصدقها وللأسف كنت أطبقها في حياتي مثل ما حاجيكم إن شاء الله حاجيكم بالكلام بعد شوية لكن لما دخلت في البحث العلمي وتعرفت عليه أكثر اكتشفت أنه في منهجية أساسية بتأثر على تفكير الشخص وتأثر على خياراته في الحياة كلها طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء إيش هو تعريف البحث العلمي تعريف البحث العلمي حسب دكتور جون كريسول هو دكتور متخصص في طب الأسرة والمجتمع له مؤلفات وصلت لأكثر من 27 كتاب في البحث العلمي وأنا جالسة أحضر لهذا المحاضرة لاحظت أنه هو أكثر شخص ذكر خطوات أو تعريف البحث بالإضافة إلى استخدام اللي هي المنهجية العلمية في التعريف هذا اللي هي إيش؟ يعني يعرف البحث على أنه عملية سلسلية تتلخص فيها عملية جمع البيانات تحليل البيانات وزيادة المعرفة يعني عفوا في النهاية بنوصل إلى درجة زيادة المعرفة أو اكتشاف علم جديد طيب المنهجية العلمية هذه اللي هي كيف أنه إحنا أول شيء نلاحظ، نشاهد، نلاحظ، نجرب، نسجل البيانات وبعد كذا نظهر بالنتائج هذه العملية كانت قبل كذا هذه العملية كانت قبل كخطوة أساسية أو عفوا هي الآن خطوة أساسية في البحث العلمي بشكل عام أول مرة ظهرت هذه العملية أو عرفت اللي هي منهجية العلمية ظهرت في القرن التسعة عشر بحيث إنها عفوا معلش بالنسبة للشات أنا ما حقرأ الآن إلا بعد نهاية البنتيشن علشان أنا سريعة التشتت يعني سامحوني شوي طيب نرجع للموضوع فالمنهجية العلمية هذه تم استخدامها بشكل أساسي للتفرقة بين السودو ساينس والساينس الأساسية على فكرة نبغاها المحاضرة هذه تكون زي النقاش علمي لطيف بيني وبينكم اللي حاب يتكلم أو يرد ما في مشكلة بس المشكلة الشات ما يحب ديرقرام المنهجية البحثية هذه أو المنهجية العلمية هذه استخدمت للتفريق بين الساينس والسودو ساينس السودو ساينس زي إيش معروفة عندنا الآن بكثرة جدا زي إيش مين يقدر يقولي دكتورة البعض يا رأى معك عبدالله هيفاني أشعر راح أكون متحدث بعدك بمحاضرتين فضل دكتور عبدالله الساينس اللي هو أنه الأشياء اللي فيها عالية تختلف من شخص الآخر مثل كثير من الأشخاص يرون أنه بمثال الأشياء اللي يدلي بها المريض الاستبيانات ما ترتقي توصل لمرحلة أنها تكون ساينتيفك بروف لأنه فيها ألطف فاريابلتي والأسف أنا أتفق معك أنه السودو ساينس هو مشكلة أحيانا حتى بعض الـ يتم محورتها والأسف يمكن تندرج تحت السودو ساينس هو نقدر نبسطها بشكل والأوضح من كده يمكن للناس اللي توهم مبتدئين في البحث العلمي علشان فرق بين العلوم الحقيقية والعلوم الكاذبة زي مثلا عندنا علم الفلك أو علم الأبراج وفي عندنا مثلا علم الطاقة مع أنها يعني علم الأبراج بيدخل بشكل أساسي هو جزء منه علم حقيقي أنا الآن بعيدة شوية عن الطب بس أبغى أوضح الفكرة بشكل عام علشان بعد كده ندخل شوية شوية بشكل أفضل جزء من الكلام هذا صحيح وجزء منه غلط الأبراج الفلكية هي فعلا موجودة لكن أنه نستدل منها مثلا على الشخصية وتوافق الشخصيات والأشياء هذه كلها هذا كله كلام فاضي هذا كله غلط نفس الشي علم الطاقة علم الطاقة مثبت بالفيزياء ويعتبر من أحد القوانين الفيزيائية الأساسية لكن المشكلة الرئيسية فيه أنه فيه الناس استخدموا علم الطاقة مثلا قالوا أنه علم الطاقة للجذب وعلم الطاقة مثلا لحاجات غريبة معينة بيتكلموا عنها فعملية دمج العلم الحقيقي مع نظريات أخرى مختلقة بدون الاعتماد على اللي هي الملاحظة المشاهدة التجربة الاستنتاج هذه كلها أو نقدر نقول إنها أساسية دخلت بشكل أساسي عندنا في اللي هي التفرقة فيما بين السودو ساينس والريال ساينس اللي هي عندنا العلوم الحقيقية طيب بسمع لك الساينتيفك ميثود عندنا ظهرت بشكل أساسي ورئيسي في القرن العشرين في القرن التسعة عشر ظهرت نقدر نقول كظاهرة بعد الثورة الصناعية علشان بس نفرق بين السودو ساينس والريال ساينس لكن في القرن العشرين تم الاستدلال بها وتم ذكرها في الساينتيفك بوك يمكن نقدر نقول أفضل من استخدام هذه النظريات أو الموضوع هذا ماكس بلاك ألبرت أينشتاين بما إنه كانت الفيزية يعني كانت علم ذاخر في ذاك الوقت وغير كذا العلماء نوعا ما بدأ يظهر صوتهم كرجال بارزين في المجتمع في ذاك الوقت أما في الستينات والسبعينات تم إدخال المنهجية العلمية بشكل أساسي في الدراسات العليا علشان يحصلوا منها أو يستخدموها طلاب الدراسات العليا في أبحاثهم علشان ينالوا شهادات الماجستير والدكتورة طيب من المواقف أو نقدر نقول حدث تاريخي رائع ينسب أو يفتخر فيه العرب والمسلمين بشكل عام اللي هو الحسن بن الهيثم بيعتبر أول من استخدم المنهج العلمي في الأبحاث يعني هو أول من طبق موضوع اللي هي النظرية بعد كذا عفوا الفرضية النظرية التجربة الاستنتاج فمفروض كظهور شخص يعني بيفكر بهذا الطريقة في مجتمعنا كنا الأولى للأسف أنه إحنا نكون من ضمن المجتمعات الكبيرة اللي بتأثر أو نقدر نقول عندها حصيلة علمية أكثر بشكل أكبر من بقية الدول في العالم لكن إن شاء الله المستقبل مشرق إن شاء الله بطلاب زيكم يقدروا إن شاء الله يوصلوا أو يوصلوا المجتمع لأبحاث علمية كبيرة وينجدوا إن شاء الله الكثير طيب نجد حيانا نشوف عندنا في طريقة البنهج أو البحث العلمي هذه زي ما قلت لكم قبل ما أدخل في أهمية البحث العلمي يمكن حب أنا أذكر أمثلة أو أشياء يعني عن نفسي أنا حسيت فيها وجربتها قبل كده وأثرت فيها أنا بشكل عام يعني كيف قبل ما أكون باحثة علمية وكيف بعد ما أصير باحثة علمية يمكن من يوم ما تعلمت البحث العلمي أحس يعني ربنا سبحانه وتعالى الدان النور والدان البصيرة اللي خلتني أقدر أفكر في كل شيء بشكل أو أخذ فلسفة فكرية معينة في اتخاذ القرارات من سواء فأي شيء أبغى أشتري مثلا قطعة أرض أبغى أشتري مثلا أي شيء أخذ الموضوع بشكل علمي مثلا أفكر مثلا في الأرض سعرها موقعها أقدر أدرس الموضوع من جميع الجوانب ما أخذ ما أخذ الموضوع من جهة واحدة مثلا والله مثلا مثلا هذا الشيء سعره رخيص أقوم أشتريه وخلاص أو هذا الشيء شكله حلو أشتريه وخلاص لا كل شيء اتخذ فيه قرار بطريقة علمية فسبحان الله تطبيق المنهجية العلمية أو البحث العلمي أو التبكير العلمي عفوا في الحياة والعلم عفوا في العلم والعمل والحياة شيء رائع جدا يعني لما انتمارسوا بإذن الله البحث العلمي بشكل أكبر بعد كذا رح يظهر لكم الأثر على أنفسكم أنتم أنتم بتلاحظوا أن عقولكم اتنورت أكثر ما رح تصدقوا أي شيء لما تسمعوا شائعة أو كلام فاضي ما رح تصدقوا أول الناس حتى لما فيه أحد مثلا يتكلم عليكم أنتم ما رح تصدقوا أي شيء إلا بالأدلة والبراهين والإثباتات يعني فيه طريقة رائعة بتغير الحياة بشكل طيب بيصير فيه عندنا شكل رائع للحياة ونظرة رائعة للحياة أنا من الناس ترى اللي كانت تصدق بعلم الطاقة بشكل ما أحد يصدق فيه على فكرة اشتريت كل كتب علم الطاقة كسودو ساينس يعني وكنت أفكر مثلا يعني للأسف من الأشياء اللي واجهتني كفشل في حياتي أنا فشلت في حياتي بسبب علم الطاقة اللي هو قوة الجذب على قولتهم أني مثلاً أجلس في شيء معين ما أسوي ولا شيء علشان أجذب النجاح لنفسي طب أنا ما سوت شيء كيف رح أجذب النجاح كيف أصير إنسانة ناجحة إلا إذا تعبت وفعلاً أنا في مرحلة من حياتي فشلت فشل ذريع جداً بسبب أني أنا صدقت في علم الطاقة أني أنا أجذب النجاح لنفسي وأكون شخص ناجح بدون ما أسوي أي شيء لكن لما انجربت وشفت واكتشفت وتعلمت وثابرت يعني سبحان الله ربي سبحانه وتعالى عوضني فعشان كده بقول لكم ترى التفكير العلمي والبحث العلمي مو حاجة أنتوا بس تشتغلوها مو بس شيء أنتوا تسووا هذا شيء لكم للدنيا وللآخر أيضاً أنتوا أول شيء في الدنيا اللي بيكون عندكم أنتوا بتسووا بتضيفوا زكاة علم عفواً في الآخرة بيضاف لكم رصيد كزكاة علم بإذن الله بيستمر بعد الممات يعني شوفوا قد الأرتكالز اللي أنتوا بتنشروها والعلم اللي بتنشروا والناس اللي بتتعلم بعدكم والناس اللي رح تستفيد من الأرتكالز اللي أنتوا نشرتوها يعني شيء عظيم جداً طيب بتسووا لآخرتكم وفي دنيتكم زي ما قلت لكم اتخاذ القرارات بيكون شيء جد بيتم بناء على منهجية علمية طيب وبيسبقها توفيق الله سبحانه وتعالى تمام حسيت أني استرسلت في الموضوع هذا كثير بس للأسف يعني البحث العلمي والتفكير العلمي هذه أشياء أكثر من إنها علوم أكثر من إنها يعني شيء كذا فاضي أو شيء بس إحنا بنتعلمه علشان نسوي أبحاث وننشر ونصير أسماء مشهورة هي زي ما قلت لكم حصاد للدنيا وللآخر زرعة بتزرعوها وبتحصدوها في الدنيا وفي الآخر بإذن الله طيب طيب نبدأ الآن في الريسيرش أهميته ليش الريسيرش بشكل عام الآن حندخل شوية في الجد ليش الريسيرش عندنا بشكل عام مهم أول حاجة بيعمل بشكل عام في كل شيء بيزيد معرفتنا زي مثلا الآن كورونا آخر بحث بيتوصلوله هم يبغي يعرفوا هل طبعا الأبحاث ما بتوقف يوميا بتطلع ملايين الأبحاث ويوميا بتطلع ملايين الأفكار طول ما في عقل إنسان يفكر معناه في بحث طول ما في مشكلة معناه في بحث فمن الأبحاث المؤخرا ظهرها في فيروس كورونا إنه يبغي يعرفوا هل مثلا فيروس كورونا بينتقل من الأم الحامل للجنين ولا لا هذا يعني شي يعني interesting بيظهروا له فشايفين قديش إنه إحنا ما كنا نعرف ولا شيء عن كورونا قبل كم شهر وسبحان الله كيف يعني خلال فترة قصيرة إحنا بنحاول نبذل مجهود جدا كبير علشان نزيد معرفتنا بالفيروس وهذا الشيء ما رح يتحقق إلا بفضل الله ثم العمل في الأبحاث العلمية الشيء الثاني اللي بيدخل تحت هذه النقطة اللي هو إنه إحنا نزيد معرفنا حول existing phenomena زي ما قلت تدخل تحتها اللي هو عندنا فيروس كورونا مثلا إنه إحنا ندرس أي ظاهرة متعلقة بهذا الشيء من ضمن هذه الأشياء مثلا وتدخل أيضا تحت المجال الطبي والآن تقود المملكة عندنا وكل فخر وصراحة كنت مبسوطة إنهم بيسووا أو بيلتفتوا لشيء زي كذا اللي هو دراسة الأثر النفسي الناتج بسبب الحضر وبسبب اللي هو عندنا كيف حياتنا تغيرت بعد فيروس كورونا فهذا الشيء صار بسبب إنه إحنا درسنا أو نقدر نقول بيدخل تحت دراسة شيء بيدخل تحت ظاهرة معينة هو مو بشكل مباشر لكن نقدر نقول إنه شكل غير مباشر ممكن يزيد حصيلة علومنا نحو شيء معين طيب كمان بتزيد عندنا معرفتنا بأشياء جديدة إنه إحنا نتعرف على شيء جديد ما كان موجود قبل كذا وكمان ميزة الأبحاث إنها بتربط التجربة بالنظرية إحنا قلنا بتكون عندنا فرضية الفرضية هذه بتتحول إلى نظرية بفضل الله ثم التجربة تمام طيب طيب الميديكال ريسيرش الميديكال ريسيرش هو مصطلح كبير وعام بتدخل تحته ثلاثة فروع أساسية عندنا البيسيك ميديكال ريسيرش زي إيش عندنا؟ زي البييولوجيكل زي عندنا البييوكيميكل زي عندنا اللي هو سيل استادي هذه الأشياء كلها يعني نقدر نقول مثلاً الدراسة على مستوى اللي هو الخلية أو دراسة على مستوى الأنسجة هذه كلها بندخل تحت اللي هي البييسيك ميديكال ريسيرش الشيء الثاني عندنا اللي هو البييكال ريسيرش هنا بنتكلم عن اللي هي نقدر نقول الدراسات الصيدلانية تمام؟ أو الدوائية أو الأبحاث الصيدلانية أو الدوائية اللي بتكون عندنا قبل مرحلة الكلينيكل ريسيرش الكلينيكل ريسيرش نقدر نقول عنها أنا بالنسبة لي أحط عليها إقزامل عندنا اللي هي الأبحاث الجراحية زي مثلاً عندنا أبحاث جراحة المخ والأعصاب أبحاث جراحة العظام هذه نسميها بيوري كلينيكل ريسيرش تمام؟ بالنسبة للبرزنتيشن بإذن الله راح تأخذوا كلكم يعني كل شيء إن شاء الله وأنا موافقة إن شاء الله على التسليم ما عندي أي مشكلة كله بإذن الله تحت أمركم أهم شيء إنكم تستفيدوا وتركزوا لا تشغلوا بالكم بأي شيء ثاني طيب زي ما قلت لكم اللي عنده أي نقطة حابي علق عليها أنا حابة المحاضرة ما تكون علمية يعني ما تكون ما أحب محاضرتي دائماً إنها تكون يعني شيء ثقيل عليكم أكثر من ما إنها تكون علمي طيب بحيث إنكم تستفيدوا منها طيب نجي دحنا لي شيء أساسي جداً اللي هو البحث خطوات صناعة البحث بيبدأ عندنا البحث بمشكلة نوعاً ما إذا ما في مشكلة ما في بحث هذه نظرية عامة يعني في الأبحاث العلمية من صياغة البحث أو صياغة مشكلة البحث نقدر نطلع اللي هو عندنا الريسيرش فورميشن ريسيرش كوستشن عفوا ومن الريسيرش كوستشن نقدر نصيغ اللي هو الهايبوثيس طيب بعد ما تتكون عندنا الهايبوثيس أو الفرضية نسوي عندنا الستادي ديزاين وبعد كده بنعمل كليكشن للديتا وبعد كده بنعمل أناليسيز للديتا وبنعمل كونكلوج طيب أول حاجة نبدأ طبعا step by step أول شي عندنا اللي هو الريسيرش بروبليم الريسيرش بروبليم زي ما قلت لكم ما في مشكلة ما في بحث أي مشكلة بتقع في الحياة طيب بينتج عنها بحث والبحث هذا وظيفته أنه يحل هذه المشكلة زي مثلا أول ما بدأت عندنا قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية أنا بعطيكم ترى أمثلة من الحياة العامة علشان براعي المستويات المبتدئة في دراسة العلوم الطبية زي المستوى الطلاب السنة الثانية والثالثة لسه ما حيكون عندهم يعني knowledge كفاية فبراعي هذا الشيء والمعذرة يعني على هذا الشيء بس من باب التبسيط زي مثلا عندنا زي ما قلت أول ما بدأت قيادة السيارات عندنا في المملكة العربية السعودية كانت كمية الحوادث مثلا جدا كبيرة أو عفوا ارتفاع كمية ارتفاع نسبة الوفيات مع حوادث السيارة أو ارتفاع مثلا معدل التدخين وارتفاع عدد الوفيات هذا كله يعني ظهرت عندنا مشكلة معينة زي مثلا ارتفاع عدد الوفيات بسبب التدخين ارتفاع عدد الوفيات زي ما قلت لكم بسبب الحوادث ارتفاع مثلا كثرة التعارض للشمس يؤدي له حدوث سلطان الجلد هذه كلها مشاكل بيتم حلة عن طريق البحث في اي تخصص في اي شيء لازم يكون عندنا مشكلة علشان يكون عندنا حل طيب ايش صفاته الاساسية ايش صفات المشكلة هذه اول حاجة لازم تكون عندنا منطقية ولازم تكون واضحة للأسف معظم أو كثير منها مو معظم الأبحاث للأمانة بس كثير من الأبحاث اللي بنشوفها للأسف هنا عندنا في السعودية جادة البحث بتكون منخفضة بسبب انه الفكرة الاساسية من البحث غير واضحة كم مرة وقفت قدام بوستر ومعرفت تتقروب يعني أنا يمكن بتعرض لهذا الشي مئات المرات بوقف قدام بوستر ومعرف أقراءه ولا أني فاهمة منه ولا شيء مع أنه الهدف الأساسي من البوستر هو أنه يكون سهل وبسيط يقرأ للعامة وللجميع ومح يكون البوستر سهل ولا بسيط إلا لما تكون أصلا فكرة سهلة وبسيطة علشان بيناقش مشكلة واضحة إذن الوضوح والمنطقية هي مفتاح أساس في نجاح البحث الشي الثاني إنه نقدر نقول إنه المشكلة هذه في النهاية عفوا المشكلة هذه تبعت البحث تجاوب لي على إجابة معينة نعم أو لا ما تخليني في دائرة كذا مفرغة إنه أنا رجعت لنفس الحلقة اللي كنت فيها ما تخليني ألف حوالين نفسي ما أعرف إنش قاعد أسوي لا فميزة البحث الناجح إنه يعطيني القوة إني أقدر أجاوب بدليل علمي فعلا هذه المشكلة تم حلها أو ما تم حلها وحنسوي أبحاث ثانية طيب أو ظهرت عندنا قابس ثانية خلال هذا البحث ممكن على أساسها نطلع أبحاث أخرى أو نكمل في هذا البحث بعد كده الشيء الثالث يمكن هذه المشكلة بتواجه يعني في بعض الدول اللي ما بيتم دعمها مادياً بالشكل الكافي إنه ما بيكون في هي التكلفة المادية اللي بتغطي أو ما فيه داعم للبحث بشكل مادي إذا كانت مثلاً الأبحاث بتحتاج الدخول لمختبرات أو بتحتاج مثلاً أو بتحتاج مثلاً الأبحاث الصيدلانية هذه كلها عندنا بتحتاج بجت معين بيتم صرفه من الجامعات أو إحنا الحمد لله إن عندنا في السعودية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتدعم جميع الباحثين أي أحد عنده فكرة ممتازة للأسف هذا المكان يعني لاحظت أن فيه كذا أحد ما بيعرفه ويعني كنت زعلانة صراحة من هذا الشيء إنه هو مكان رائع جداً لأي فكرة عظيمة والله العظيم رح يساعدوهم بجد لو تكتب بروبوزل كويس طيب في أي بحث رح يتم دعمه لمبالغ يعني رائع فالحكومة صراحة ما هي مقصرة معانا في هذا الشيء أبداً إحنا كباحثين وبتدعم هذا الشيء ومعتبرته شيء أساسي ترى من الخطة أو من الرؤية لدعم البلد ولدعم المجتمع لأنها بتعتبر شيء أساسي في نهضة المجتمع ورقيه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي موجودة في مدينة الرياض لكن لها منصة إلكترونية بترفع البروبوزل حقك بشكل إلكتروني بتحط كم التكلفة المادية اللي أنت تحتاجها وفي النهاية بيتابعه معاك كل فترة أو بيعطوك ستبس أو بيعطوك أبديت على أنه بحثك فين وصل هل تمت مراجعته هل تمت الموافقة عليه أو لا وفي النهاية إذا تمت الموافقة عليه بيعطوك المبلغ وكمان بيعطوه مكافآت أصلا للباحثين يعني جزء من المبلغ بيكون مكافأة للباحث على أنه قام فعلا بخدمة البلد بإنتاج بحث زي هذا طبعا بس عندهم شرط أساسي اللي هو النشر أي بحث بيتم دعمه من مدينة الملك عبد العزيز العلوم التقنية لازم يتم نشره إذا ما تم نشره بيسترجع أو بيطلب من الباحث إعادة المبلغ اللي تم صرف له بعد كده تمام طيب أيضا الوقت عامل الوقت جدا أساسي وجدا مهم زي ما احنا شايفين يمكن دحنا كورونا صراحة يعني علمتنا أشياء كثيرة وأساسية يمكن من ضمنها اللي هي عامل الوقت إنه إحنا لازم ننجز بشكل سريع علشان نزيد النوليج حقنا ونزيد معرفتنا ونزيد فهمنا حول أي موضوع معين خصوصا في كورونا زي ما احنا شايفين دحين عدد الوفيات يعني للأسف كل يوم بنسمع عدد وفيئات كل يوم للأسف أحد بيفقد أحد عزيز عليه أنا من الأشخاص اللي فقدت يعني شخصين من عائلتي بسبب كورونا ف يعني كيف الواحد يكون عنده الشجاعة والقوة إنه يكون عنده ذاك يكون عنده دماغ أو مخ أقدر أقول فذ علشان يقدر يطلع بحث رائع ومفيد للبشرية الشيء الثاني عندنا الشيء الثاني عندنا اللي هو الـ هذا هذه مصيبة كبيرة مرة يعني أنا شفت مرة كثير ناس بيسووا أبحاثوا كل شيء بس بيوقفوا في النص يقول لك ما في داتا ليش أنا ما قدر تجمع عينات أو إنه مثلا إذا كان الشغل بيحتاج مثلا موارد معينة مثلا لازم يشتغل على أنيمل ما قدر يوفرهم أو يحط لنفسه حدود معينة في اختيار العينة زي إيش في اختيار عينة البحث زي مثلا يختار أشخاص مثلا كبار في السن وعندهم المرضى الفلاني وعندهم مثلا اختيار السيدات اللي بلغت أعمارهم أكثر من ستين سنة وما خلفوا أبدا أو ما أنجبوا أبدا ترى نوعا ما شوية صعب الموضوع أنك تجمع العينة هذه من الناس مو سهل أنك تلاقيهم أو مثلا من اختيار أمراض نادرة مثلا زي عندنا ترايزومي 18 أو ترايزومي 13 من الأمراض النادرة تعتبر عندنا فنجمع عينات بهذا الصعوبة ترى في النهاية البحث رح يوقف ما رح ينتج فسهولة تجميع العينة جزء أساسي جدا من نجاح البحث الشيء الثالث والأخير عندنا يمكن له علاقة كبيرة جدا بالنقطة الثانية اللي هي إيش شكرا لكم عزيزاتي الله يرحمون ونغفر لهم إن شاء الله موتنا وموتكم جميع نهاية النقطة الأخيرة اللي بتكلم عنها اللي هي إيش اللي هي إنه أوصل ببحث ما يعطي نتيجة ولا يطلع لمشكلة جديدة زي ما قلت لكم مثلا نحن في 2020 طيب تقريبا ما في شخص في المملكة العربية السعودية ما بيعتمد على السيارات أقوم أنا أرجع أعيد مثلا دراسة نسبة الوفيات بسبب حواد السيارات في المملكة العربية السعودية طب هذا الشيء أصلا بتسوي عندنا الهيئة العامة للإحصاء كل سنة ففكرة يعني لازم يكون في شوية thinking out of the box يعني الواحد شوية يفكر بطريقة إنه ما يريد شيء already exist تمام فيراعي عندنا عامل المكان يراعي عامل التوقيت يراعي هذه الأشياء كلها تمام طيب إلى الآن مستمتعين ومبسوطين ولا كلامي كثير ولا دوشتكم صراحة أنا تعلمت الله يتكسر الله يسألك يا رب دكتور لي في البحث أكثر من عشرة سنوات الله يسألك أنت أستاذي الله يخليك يا رب طيب الله يسألكم يا رب شكرا شكرا على تعليقاتكم طيب زي ما قلت لكم ترهي المواضيع يعني أنا بحاول قد ما أقدر أني أسالف ما بغى أضغط عليكم يعني أنا من الناس ترهي تطفش من موضوع التلقين الإجباري هذا تمام الله يسعدكم مرة شكرا أنا عندي مشكلة ترى أني أكرر الكلام كثير أنسى نفسي يعني فجأة كذا أتنح وأنسى نفسي يعني ما ليش شي غطي شيء أوكي طيب دحينا إحنا تكلمنا عن فكرة البحث العلمي أنه كيف ندور على مشكلة على قولتهم ما تخرش المياع يعني أوكي الآن أنا كيف أطلع اللي هي الريسرش آيديا كيف أطلع فكرة البحث يمكن أنا اخترت المجال اللي عاجبني مثلا أنا ممكن أتكلم في الهستوريجي أنا انتريستت في الهستوريجي في مشكلة عندي في ذا الشي أو مثلا عندي مشكلة في طيب في عندنا طريقة معينة للأمانة أنا استخدمتها كذا مرة في إنتاج الأبحاث هي فيه طريقتين الطريقة الأولى اللي أنا أفضلها وأتبعها أكثر اللي هي يعني ما تصدقوا قد إيش المحاضرات يمكن في البكالوريوس ما كانت عندي القدرة القدرة البحثية اللي تخليني أقدر أصيغ بحث علمي بشكل كويس لكن لما دخلت الماجستير يعني الحمد لله ربي عوضني أني تعلمت أكثر في المحاضرات السبب أنه للأسف كلية العلوم اللي هي مفروض تكون رائدة في البحث العلمي ما درست فيها الريسرش ميثدولوجي أبدا فتعلمت البحث العلمي أنا بدأت فيه الوحدي يعني ترى قبل الماجستير بعد ما تخرجتنا البكالوريوس أنا عمري ما درست قبل كذا بحث علمي أبدا تعلمت الوحدي مجهود فردي دخلت دورات وبعد كذا في الماجستير صار منهج إجباري علي وبعد كذا سويت أبحاث خلال دراسة في الماجستير في الأبحاث تقريبا سويت ستة أو سبعة أبحاث وما زلت مستمرة إلى الآن أنا الآن موظفة وما زلت برضو يعني موظفة ديجنوستيك بس مرة أحب الريسرش بشكل يعني لا يصدق لأنه زي ما قلت لكم هو أسلوب حياة أكثر من أنه شيء إجباري أو مفروض علي يعني المتعة التي ترى تلاقوها في الأبحاث عجيبة فالأبحاث اللي سويتها خلال الماجستير معظمها ترى كانت academic lectures والدكتور بتشرح أو البروفو هو بيشرح بتظهر معايا فجأة فكرة وبكتبها على جنب كنوت وبعد كذا بشتغل عليها الشيء الثاني اعتمت عليه في بحثي في الماجستير اللي هو جورنالز والارتكلز كل ما قرأت جورنالز كل ما قرأت وارتكلز أكثر كل ما زادت قدرتكم البحثية والعلمية بشكل رهيب للأمانة هي أفضل طريقة قوية يعني الجانب البحثي عند أي شخص أنه يقرأ ارتكلز الشيء الثالث يمكن وأنا أكاد أجزم أنه يعني أكثر من خمسة فكس قراءة الكتب يمكن الموضوع مميل شوية وطويل شوية الكتب نوعا ما أسلوبها طويل ومميل شوية لكن الناس اللي تحب تقرأ الكتب فيه كتب رائعة جدا عن الأبحاث العلمية وبتصيغ عندنا البحث العلمي بشكل كويس حتى لكتابة الورقة البحثية أيضا بيوجد كتب عندنا رائعة لقراءة أو كتابة عفوا الكتب الأوراق العلمية طيب الشي اللي بعد كذا نبغى نعرفه أو الاستراتيجية الثانية اللي أقدر أطلع منها أفكار برضو استراتيجية عظيمة جدا بتستخدم في إني كيف أطلع فكرة هذه غالبا أستخدمها بعد ما أقرأ الأرتيكل ممكن إن شاء الله أشارك معكم كتب بعد كذا على تويتر ممكن أعطيها الدكتورة زينب بعض الأسماء أقترحها إن شاء الله وتنشرها إن شاء الله على تويتر إن شاء الله طيب بعد ما بنقرأ الأرتيكل كيف أقدر أطلع منها فكرة تخليني أن أسوي بحث من الموضوع هذا أول شيء الاسبكت الريسيرش اسبكت زي إيش مثال مثلا الجندر بحث معين مثلا دراسة تأثير التدخين على الرجال أقوم أنا أسوي دراسة تأثير التدخين على النساء هذا شيء جدا سهل شيء ثاني مثلا الريسيرش كان مختلف بحيث إن واحد سوى يعني درس البحث أو طلع نتيجة البحث مثلا أو سوى دراسة تطلع نتيجها بعد خمسة سنين أنا أسوي كروس سكشنال ستادي أو أسوي كيس كونترول ستادي أختار مثالوجي تانية من أكثر الأنواع المنتشرة في السعودية اللي هي البليس بيعتمدوا على جانب المكان بياخدوا أبحاث صارت قبل كده مثلا في أمريكا في الهند في اليابان في إيران في أي مكان تمام وبيقارنوها أو بيسووها على المملكة العربية السعودية بياخدوا نفس الفكرة وبيسوها في السعودية من أهم الأمثلة عندنا اللي هي صارت حالياً في رمضان تقريباً تم الإعلان عن تسلسل أو أصل بتكلم أنا حسب تخصصي تسلسل الجيني لكوفيد منشأوا الأساسي عند المرضى السعوديين لوحظ أنه تقريباً أكثر المصابين أتوقع عندهم نفس الفيروس اللي ناشئ في تركيا وفي أسئلة استفهام كبيرة على هذا الشي أنه كيف يعني جاء من تركيا وفي برضو نسبة جاءت من الهند وهذا الفكرة نفسها قبل كده سووها في أمريكا نفسها هذه الفكرة سووها في ألمانيا فالفكرة نفسها بتتقلد يعني أي بحث مثلا أنتو تقروا ولقيتوه بره بشكل بسيط جدا تقدروا تأخذوا نفس الفكرة وتسوها في السعودية وما أحد راح يقول لكم شي تمام في مشكلة بس إذا صارت هذه الفكرة قبل كده هنا في السعودية أحد سبقكم عليها هنا أحد تكون في مشكلة أنه أنتو يعني استهلكتوا فكرة أورادي موجودة عامل الوقت يمكن من الأبحاث اللي صارت الميثدولوجي الميثدولوجي راح تظهر إن شاء الله معاكم أكثر طيب بشكل عام وبسرعة بس عشان الوقت أو ماي جاد أنا نسيت نفسي طيب عشان بس عامل الوقت مثلا شخص سوى دراسة على أشخاص أوريدي مصابين من زمان بسرطان الرئة وطلع منهم نتائج معينة طلع مثلا أسباب المرض إنهم كانوا بيدخنوا تمام فربط علاقة وثيقة بين التدخين وبين سرطان الرئة أقوم أنا أسوي تجربة ثانية أجيب اثنين مجموعتين مجموعة أخليهم يدخنوا مجموعة ما يخليهم يدخنوا وأتأكد منهم بعد كذا بعد الملاحظة والتجربة أتأكد إنهم الناس اللي دخنوا هل فعلا أصيبوا بسرطان الرئة ولا لا هذه هي الميثدولوجي واضحة الآن أنا رح أخذ وقت ووقت غيرك من تبحت الوقت أبدا صراحة نسيت نفسك مستمتعة معك مرة إيا واضحة بس في عندي بداخلة بسيطة طبعا فضل دكتور عبد الله طبعا هذه الدراسة هذا الدزاين اللي ذكرتي توك صعب يسير لأنه صعب تقول لشخص استمر في التدخين سنة كاملة إياك توقف عساس بس نراقب وش الأوات Yes it's just for example أنا بس بحاول أسهل قد ما يقدروا الأشخاص طيب طريقة توثيق الفكرة طريقة توثيق الفكرة غالبا في شيء اسمه IRB اللي هو عندنا إن شاء الله حيتكلموا عنه في المحاضرة اللي بعدي أتوقع أو محاضرة أو في ديتو يا أما اليوم يا أما في ديتو إن شاء الله ما عندي فكرة صراحة بس إنه إن شاء الله لو لو حضرت السلسلة كاملة بإذن الله رح تعرفوا كيف تتوثق الفكرة طيب برضو بس عشان الوقت نقدر أيضا إحنا نقدر نجمع بين طريقتين في بحث واحد ونطلع أرتيكل جدا قوية نقدر نجمع مثلا إنه إحنا نستخدم ميثودولوجي مع أسبيكت مختلف يعني مثلا نجمع الجندر مع ميثودولوجي معينة أو place معين أو time معين فيكون شي عندنا مرة interesting تمام طيب طيب لا ما يحتاج نستأذن منهم بس زي ما قلت لكم خليكم في محاضرة ال-IRB هذه جدا مهمة علشان تعرفوا أنتو كأي أحد عنده فكرة بحث يروح لمين ويتكلم مع مين وكيف يوثق فكرة البحث حقه هذه الأشياء إن شاء الله كلها حتتابعوها يعني بإذن الله تابعوا سلسلة كاملة وإن شاء الله تلاقوا أجوبتكم طيب من ضمن الطرق المستخدمة أيضا في الريسيرش اللي هي إنه إحنا نسأل أسئلة عادية جدا أسئلة الأطفال تعرفوا الكوريوسيتي اللي بينشأ مع نمو الطفل اللي هو متى كيف ليش هذه الأشياء كلها لما إحنا بنسألها إحنا فعلا بنطلع بفكرة بحث جديد إش هي أهمية السؤال البحث نقدر نقول الصورة هادة تلخص الموضوع كله أول حاجة هو الأساس اللي ببني عليه البحث بعد كده بشكل عام الشيء الثاني إنه طيب أي شي بعد كده في البحث سواء كان سواء كان كله في النهاية رح يتأثر بعامل اللي هو السؤال البحثي الشيء الثالث والأخير اللي هو أنا كل ما أحس إنه أنا بشتغل في نص البحث فجأة رحت عن الطريق الأصلي اللي أنا أبغى يعني مثلا كنت أدرس أثر التدخين على السرطان أقوم أروح لجهة السرطان أكثر وأنسى موضوع التدخين هذا فلما أرجع للريسرش كويسشن الأساسي حقي هل التدخين يسبب السرطان فأنا لما أقرأ الجملة هذه أو السؤال هذا رح أرجع مرة ثانية للطريق الصحيح حقي وروح أرجع أرجع مرة ثانية للنوليج الأساسية أو الطريق الأساسي اللي أنا ماشي عليه تمام طيب الريسرش كويسشن بيعتمد على حاجتين أساسيتين مهمتين أنا يمكن ترى استرسلت في موضوع الريسرش كويسشن لأنه هو اللي بنبني عليه الريسرش كويسشن بيعتمد بشكل أساسي على الأبجيكتف والفاريبلز لازم يكون عندنا أهداف أساسية وواضحة ولازم يكون عندنا متغيرات أساسية وواضحة طيب إيش هي الريسرش أبجيكتف طيب الريسرش أبجيكتف اللي هي نقدر نقول إيش الهدف الأساسي من هذا البحث طيب أهمية الشيء هذا إنه بيعطيني خطة مبدئية للبحث حقي تمام مثلا خلينا نفكر في مثال سريع زي الأشخاص اللي بيع مريوتان و سرطان الجلد تمام فأنا أقدر أسوي ريسرش ديزاين بناء على الهدف اللي أنا سويته إيش هو الهدف دراسة تأثير التعرض لأجهزة التسمير مع سرطان الجلد تمام كمان أقدر أحدد طيب كمان عندي أقدر أحدد اللي هو أنا إيش أبغى من هذا البحث في نهاية بحثي الخاتمة إيش رح تكون بناءا على الهدف الأساسي حقيه زي إيش زي إيش زي إنه استنتجنا إنه أجهزة التسمير الصناعية أو التعرض للشمس بشكل مفرط بيؤدي إلى أو في علاقة توجد علاقة بين التعرض لأجهزة التسمير مع سرطان الجلد تمام بالنسبة لللقاء إن شاء الله رح يكون مسجل طيب نجد حين على اللي هي الريسيرش أبجيكتبز نقدر نقسمها زي ما قلت لكم عرفنا إيش هي أهميتها إذن قلنا هي الهدف الأساسي من هذا البحث والمعلومات الأساسية من هذا البحث والخاتمة اللي أنا أبغى أصل لها طيب الوبجيكتبز هذه عندنا بتنقسم لقسمين برايماري والسكنتر البرائماري أبجيكتب اللي هو إيش اللي هو الشيء والشيء اللي أنا أبغى يعني أنا بنهاية هذا البحث طيب حققت الأهداف التالية أول شيء درست أثر التعرض لأشعية الشمس ثانيا درست عدد المصابين بسرطان الجلد ثالثا كيف تمام الشيء الثاني إنها الوبجيكتبز هذه زي ما قلت لكم لها طريقة أو لها تأثير مباشر جدا في الكونكلوجين حقي وفي الستدي ديزاين حقتي بحيث إنه أنا مثلا أبغى أسوي دراسة على كل الناس اللي راحوا تعرضوا للتشميس وصرطان الجلد ف إيش يسوي هسوي ستدي ديزاين معينة لكل الأشخاص اللي بيتعرضوا للشمس بشكل مستمر في الصيف وصرطان الجلد حتكون مثلا كيس كونترول ستدي أو كروس سكشن ستدي طيب السكندري الوبجيكتب اللي هو الوبجيكتب اللي بيظهر فجأة وانا ماني حاسبت الحسبان زي إيش زي مثلا مين اللي بيتعرض لسلطان الجلد أكثر الرجال ولا النساء تمام هذه نقطة فجأة بيظهر عندي هدف الجندر ظهر فجأة وأنا ماني عارف أو أنا ماني حاسب أو تحديد الجندر بدون علم فنقدر نقول اللي هي الحاجات الثانوية اللي بتظهر في البحث أو المعلومات الثانوية اللي أنا بحصدها نتيجة لعمل هذا البحث دون أخذ أي اعتبار بظهورها زي مثلا زي ما قلنا ارتفاع عدد الوفيات السيارات مثلا ارتفاع حصيلة وفيات السيارات أو حادث السيارات من الرجال أكثر من النساء زي دحانة أكبر دليل عندنا كورونا أن الرجال مصابين بكورونا أكثر من النساء بحكم أنهم بيشتغلوا أكثر وبيتعرضوا أكثر للمجتمع أكثر من النساء تمام بالصدفة بالصدفة أنا مني حطت لها أي اعتبار أو أي طريقة الشيء الثالث اللي أنا نسيت أتكلم عنه أنه بيأثر على السامبل سايز السامبل سايز اللي هي عينة البحث هل أنا بختار عينة بحث كبيرة هل أنا بختار عينة بحث صغيرة فالهدف اللي أنا أبغى أوصل له زي مثلا دراسة تأثير فيروس كورونا مثلا على مدينة جدة ليش مثلا تعتبر أنا من جدة أبغى أعرف ليش مدينة جدة أكثر عدد المصابين فيها إذا فاكرين قبل كم أسبوع كانت مثلا الهفوف متصدرة في موضوع الإصابة هو كل ما كان برايمري كل ما كان أفضل تمام فهذا الأهدف الأساسية والرئيسية اللي بيتم منها تحديد الوبجيكتب طيب بس إنه ما عندنا وقت أنا بسترسل في الكلام طيب الفاريابلز اللي هي المتغيرات طيب أي حاجة لها قيمة متغيرة وبتعطيني في النهاية ذاتي يعني أقدر أقول زي الجندر زي الآيج زي الويت الحاجات هذه كلها تمام اللي هي العوامل اللي أنا بدخلها كقيم وفي النهاية بطلع منها بنتائج وبداتها تقريبا هذه هي اللي بسميها فاريابل طيب زي ما وريتكم عندنا هنا عدد مرات التدخين الطول الوزن لون العين الهايبر تنشن الكوثينج عدد مرات السعال وما إلى ذلك طيب الوزن هذه عندنا بتكون على نوعين كونتتاتي وكواليتي الكوانتتاتي يعني إيش أنا دايما يعني أنا كانت عندي مشكلة أول ما دخلت بكالوريوس يعني أفتكر كان عندي مرة مشكلة كبيرة في الستتاستي بسبب موضوع الكوانتتاتي والكواليتي داعتها فما كنت عارف إش يعني كوانتتاتي وكواليتي بقول لكم معلوم إن شاء الله عشان ما تنسوها كواليتي يعني أنا بغى أرصد نوعية الشي من كلمة كواليتي يعني هي شي بديه بس سبحان الله أنا ما جات في باري أبدا ما عرف لي فمن كلمة كواليتي دائما نحطوها في بالكم أي شي لا يتم قياسه هو بيكون كواليتيتي ممكن يتم تحديده طيب أو تصنيفه بشكل كاتيجوريز نومينال يعني بشكل عشوائي أو عفوا بشكل بشكل معين هتكلم إن شاء الله عنده بعد شوية أما الكواليتيتيتي فهي أي شي لوقيا قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة نبدأ أول شي مع الأشياء اللي فيها قيم القيم عندنا بتكون على نوعين تمام البرايمري كل ما كان هدف واحد كل ما كان أفضل طيب لا الأبجيكتيفز نقدر نقول إنها الهدف اللي أنا بوصل منه لهذا البحث للأسف هو ما في وقت يعني كفايا أني أقدر أشرح عنها أكثر بس دكتور محمد تقدر تقرأ عنها لأنها نقطة مفصلية وأساسية في تكوين فكرة البحث طيب بسبب عامل الوقت نتكلم بسرعة عن الكوانتتايتيف زي ما قلت لكم الديسكريت كوانتتايتيف فاريابلز اللي هي بتكون غالبا كنتينيوز فاريوز عفوا لا ما بتكون كنتينيوز بتكون مثلا لها أرقام صحيحة زي مثلا عدد الأشخاص اللي في المجموعة البحثية عشرة أشخاص ما قدر أقول عشرة أشخاص ونص زي كده أما الكنتينيوز فاريوز اللي هي بتكون لها كسور أي قيم بيكون لها كسور زي الوزن زي الطول مثلا الشخص وزنه خمسة وستين ومص سبعين فاصلة ثلاثة وما إلى ذلك تمام طيب الكوانتايتيف عندنا الأوردينال الأوردينال اللي هي القيم اللي بتكون ناتوري لها تسلسل معين زي إيش زي مثلا يعني سبحان الله تصنيف أعمارنا رضع أطفال مراهقين شباب كبار السن المدارس ابتدائي متوسط ثانوي زي كده أما النومينال اللي هي الفاليوز اللي أبدا ما لها قيم وما في بينها التفرقة زي إيش زي عندنا الجندر زي عندنا الأعمال طبيب مهندس محامي محاسب أو مثلا ميل في ميل لون العيون أخضر أزرق زي كده تمام قد بتكون عندنا النومين الفاريابلز طيب العلاقة فيما بين الستدي فاريابلز العلاقة أساسية ومهمة جدا إحنا لازم نحددها من البداية عندنا العلاقة بينهم اللي هم الانديبندنت و الديبندنت فاريابلز الانديبندنت فاريابلز اللي هي اللي هي العامل اللي بيأثر على النتيجة طيب بشكل أساسي أما زي إيش زي عندنا الاكتيفتي أو الاكسرسايز شخص بيسوي الرياضة تمام هذا بنسميه عدد مرات الاكسرسايز خلال الأسبوع إذن أنا أسجل في البحث عندي عدد مرات التدريب خلال الأسبوع هذا الديبندنت الديبندنت اللي هو إيش؟ الوزن العامل المستقل اللي بيتأثر بعدد مرات ممارسة الرياضة خلال الأسبوع تمام فيمكن المثال هذا أكثر شي سهل لكم الموضوع ده واضح ولا لا أنا عشان الوقت بدأت توتر شوي بين الديبندنت والديبندنت بعطي مثال سريع جدا زي ما قلنا الشخص عدد مرات ممارسة الرياضة خلال الأسبوع هذا الديبندنت بالعامل المستقل ما له علاقة بأي شي ثاني ما له علاقة مثلا بالجنسية ما له علاقة بالجندر ما له علاقة بأي شي طيب لكن يأثر بشكل كبير على اكتساب الوزن أنا بغدرس من عوامل السمنة اللي هو إيش؟ اكتساب الوزن أو السبب الأساسي فعدد مرات ممارسة الرياضة بيأثر على الإصابة بالسمنة تمام عدد مرات التعرض للشمس يؤدي إلى سرطان الجل عدد مرات التدخين يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة وما إلى ذلك فعدد مرات الشيء هذا نفسه مثلا هي الديبندنت باريبل أنتوا احفظوها كأمثلة تمام لا تحفظوها بتعاريف لأنه ترى الموضوع جدا متعب إذا حفظتوها كتعاريف حطوا الكل شي مثال مو أيو تقريبا أيو أيو بالضبط طيب في حاجة أساسية جدا برضو لازم تدخل في النص وبتظهر عندنا برضو بشكل غير مباشر اللي هي المتغيرات الغير مباشرة زي إيش زي عامل عندنا العمر طيب عدد مرات زي ما قلنا مثالنا السابق عدد مرات ممارسة الرياضة طيب بيؤدي أو له علاقة بشكل أو آخر بالإصابة بالسمنة لكن في النص عندنا في عامل العمر لازم نعمل له consideration اللي هو بيكون عندنا variable أو بنسميه indirect variable يعني إيش يعني متغير غير مباشر رح نلاحظ إنه الأشخاص الأكبر عمرا ما رح يقدروا يسووا رياضة بنفس القدرة اللي يقدروا يسووها الصغار في السن بسبب عامل العمر فنقدر نقول هذا عندنا hidden variable أو indirect variable اللي بيأثر على النتائج بشكل واضح تمام طيب تقريبا قرب تخلص هذا عندنا صورة بشكل عام توضح عندنا qualitative وال quantitative باللاحظة أنه qualitative شيء يعتمد على النوع علشان نظهر في النهاية بتجربة أو بشي معين أو بنتيجة معينة أما ال quantitative لازم يكون عندنا أرقام وبيانات علشان نظهر في النهاية بالنتيجة معينة طيب ال research question formation زي ما قلنا بيعتمد على objective واضح بيعتمد على environment و research problem واضحة وبيعتمد أيضا على العلاقة فيما بين ال variables طيب ال good research question بيعتمد على flexibility لازم يكون عندنا السؤال ما يكون محدد بقيود معينة خلينا مثلا ما نقدر نسوي هذا البحث زي مثلا أحدد المكان مثلا أسوي بحث في منطقة أو في مدينة الخرج مثلا على رواد مثلا الأندية الرياضية طيب ممكن يكون بس مثلا في نادي واحد في مدينة الخرج مرة صعب كذا لازم كمان أكون interested في هذا الموضوع لازم طبعا السؤال يكون novelty لازم يكون جديد لازم يكون ethical وهذا الشيء جدا 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 مهم اللي هو لازم يكون في نراعي الجانب الإنساني من هذا الموضوع ولازم طبعا يكون له علاقة بتخصصاتنا الأساسية طيب هذا السلايد هي أمثلة واضحة جدا حاطيكم بس المثال الأول is test one better than test two to diagnose disease يعني هل طريقة الفحصة الأولانية أفضل من طريقة الفحصة الثانية في فحص السؤال المرض هذا أو لا تمام طيب نجد الآخر شي عندنا اللي هو الhypothesis الhypothesis اللي هي الفرضية أنا أفترض من هذا البحث أو أنا شايفة أنه اللي هي الحاجة اللي أنا مفترضتها قبل ما أسوي هذا البحث وأنا عندي يقين مثلا فيها بسبب مشاهداتي أنا ما رح أألفها من راسي لا يا بناء على تجارب معينة أو مشاهدات معينة أنا كونت هذا الصيغة أو أنا كونت هذا الجملة وفي النهاية طليت عندي الhypothesis زي إيش مثلا معدل وفيات كورونا هذا أكبر أو مثال يمكن في البداية كانوا يقولوا لا المرض جدا خطير مثلا بيصيب كل الناس وكل الناس رح يموت وكل الناس ما إلى ذلك لكن من خلال المشاهدة ومن خلال الملاحظة لاحظنا أنه كبار السن هم أكثر ناس بيتأثروا بفيروس كورونا وبيأثر عليهم فإذن هذه الفرضية صحيحة تمام طيب النقطة الأخيرة في تكوين الhypothesis إذن أنا أول شيء بسوي إني أجمع observations الفرضية بتعتمد على تجميع مشاهدات بعد كذا بقيم هذه المشاهدات هل هذه مشاهدات بتتطابق مع أي مكان في العالم ولا لا يعني مثلا لوحظ عدد الوفيات في أمريكا مع أنها دولة متقدمة أكبر من عدد الوفيات ولله الحمد يعني ما شاء الله تبارك الله عندنا في السعودية تمام فممكن تكون فكرة بحث ممتازة تمام فإذن أنا ألاحظ أقيم الملاحظات هذه وبعد كذا أعمل explanation ممكن يكون إشه السببب النظام الصحي في المملكة العربية السعودية أقوى مثلا ممكن تكون الانفكشن كونترول في المملكة العربية السعودية أقوى من هناك ممكن تكون نوعية التغذية اللي بيعتمد عليها سكان المملكة العربية السعودية أقوى من أمريكا ممكن تعاطي الخمور والمخدرات لهؤثر كبير مثلا على الإصابة بفيروس كورونا لأنها بتعتبر نوعا ما ليقل في المجتمعات الغربية أكثر من المجتمعات العربية بحكم الدين وما إلى ذلك طيب وآخر شي طبعا بعمل طريقة اللي هي الستدي ديزاين علشان أعمل كونفورميشن أساسية لهذه الهايبوثيز حقتي أو الفرضية حقتي علشان أطلع بالنتيجة طيب هذه رح أتركها لهكم إن شاء الله لما تاخذ البرزنتيشن تقرؤوها علشان تعرفوا الأيجينت اللي هو بعطيكم ريسيرش هايبوثيز سريعة المايوكارديك انفراكشن هو مرض بيصيب القلب فلوحظ إنه الدواء اللي بيأخذ لعلاج الهايبر كوليستروليميا طيب بيقلل من الإصابة بالمايوينفراكشن بيقلل من الإصابة بالمآي أكثر من الأدوية الثانية فمثلا الناس اللي أخذوا أدوية الكوليسترول هذه ما كانت عندهم أو ما أصيبوا بعد كده في حياتهم أبدا بالمآي مقارنة بالناس اللي ما تعالجوا بهذا الدواء فهل هذه الفرضية صحيحة أم لا فحترك لكم هذا السلايد عشان تشوفوها طيب حاجة أخيرة بس باتكلم عنها اللي هي الاسكلز اللي تحتاجوها في الريسيرش تحتاجوا إنكم تتعلموا السلسستك بشكل أساسي الوقت الوقت والبلان لازم تحطوا لكم خطة زمنية معينة تزبطوا فيها وقتكم وتزبطوا فيها نتايشكم وأبحاثكم الشيء الثالث إنكم تركزوا للديتيلز أنا إنسانة على فكرة كنت أطالع للمواضيع دايما بالصورة العامة بعد ما صرت واشتغلت في الريسيرش صرت دايما أركز في الديتيلز ولولا الله ثم إني ما اشتغلت في هذا المجال كان عمري ما أركز في الديتيلز دايما أخذ الموضوع بشكل عام ما أخذه بتفاصيله الشيء الثالث والشيء الرابع اللي لازم تتعلموا التفكير الناقض مهارات التفكير الناقض يمكن في يوتيوب يوتيوبرس كثيرين بيتكلموا عنها ورائع جدا وفيه كتو أصلا عنها تنموا عندكم مهارات التفكير النقدي علشان تطلعوا بأفكار جديدة وأيضا البروجيكت مانجمنت لأنه البحث تراه هو عبارة عن شركة صغيرة أنتوا بتسووا فيها بتحطوا فيها خطط بحث بتاخدوا عليها فلوس بتقسموا هذه الفلوس بتحطوا لها زمن معين بتطلعوا فيها بنتائج ممكن سبحان الله هذه النتائج بتبيعوها زي إيش زي في أبحاث زي مثلا اللي هي الأبحاث الصيدلانية والأبحاث في المختبرات بتطلع لنا نتائج أو أشياء معينة بتاخد مثلا ترخيص من الـ FDA السعودية مثلا وبعد كده بتباع على أساس إنها منتجات فأكبر دليل مثلا عندنا اقرأوا عن جوجل أول ما بدأت بدأت ترى كبروجيكت وفيسبوك كلها بدأت كأفكار بحثية لطلاب في هارفورد وفي ستانفورد وبعد كده شوفوا إيه صارت فسبحان الله ممكن أي فكرة بحثية إنتوا تسووها بعد كده بتحول لمشروع بتبنى على أساس شركة وفي النهاية بيربح وسبحان الله يعني ممكن تسيبوا الفيلد هذا كله وتسيروا إن شاء الله مدراء ورؤساء كبار بالنسبة عندنا السلايد أنا تقريبا كده خلصت بالنسبة السلايد رح أعطيكم هي إن شاء الله كلكم أنا رح أعطيها الدكتورة زينب إن شاء الله ورح توصل لكم إياها بإذن الله كلكم